في الضاحية الغربية للجزائر العاصمة يبدأ عمر رفقة زوجته تحذير عجينة الخزف طين من نوع خاص يضع في قوالب تسهل تشكيله كأوان أو قطع فنية قبل أن يدخل إلى الفرن على درجة حرارة عالية لتأتي بعدها مرحلة الزخرفة في طاولة واحدة تخط وسيل الرصوم من جهة ويلوينها عمر في الجهة المقابلة هذا العمل المتكامل هو ثمرة سنين من الخبرة والكفاءة منذ 1982 بدأت عملية تربص وجلت عند الورشات في 1993 بدأنا المشروع في هذا الخزف الفني هي المشاكل في تصدير المنتوش دعنا مليح وشباب ومناوس يعجبهم مين ما قدرناس نصدرهم ما لقيناش لقانون يسهلنا لعملية تصدر بعد الانتهاء من التلوين تغطى قطع الخزف بطلاءات زجاجية لتعود إلى الفرن مجددا فمرحلة الحرق الأخيرة ترفع من قيمة القطع وتبرز جمالها ومدى إبداع أنامل الحرفي في تشكيلها وزخرفتها الخزف الفني هو يمتاز من طراث أندلوسي والإسلامي وحنا درنا ما بينا ثم تطورناه بين عصري والتقليدي هي مستوحات من منامنامات ودرنا الألوان العصرية ويطالب حرفي الخزف بتوفير المواد الأولية من طين وألوان ترابية مع رفع العوائق الإدارية التي تصعب عملية التصدير إلى الخارج الخزف الفني ليس مجرد صناعة أوان للزينة أو الاستعمال بل هو تراث ثقافي قائم تحمل أشكاله ورصومه دلالات تعبر عن الانتماء والهوية وتحمل عبق الماضي وتاريخ الأجداد حسن جزيري قناة الغد الجزائر